موسيقى نشرة سادسة عبر شاشة ليبيا لكود الأحرار والبداية بالعلم إدانات محلية ودولية واسعة لسقوط قذائف عشوائية على المتظاهرين في بنغازي وحصيلة الاعتداء تسعة قتلى وثلاثة وثلاثون جريحة عناصر تبيعة لما يعرف بتنظيم الدولة بسر التعلم مواطدين بتهمة الشعوذة والتنظيم يقيم ما سماها المحكمة الإسلامية وسط تواصل عمليات التفتيش والقبض استمرار المعارك في عدد من محاور المنطقة الغربية وأمر غرفة عمليات ترابلس التبيعة للمجلس النواب يحمل مسؤولية ما حدثت منطقة طويلة للمجتمعين في المؤتمر قتل تسعة أشخاص وجرح ثلاثة وثلاثون آخرون في حصيلة أولية لسقوط عدد من القذائف العشوائية بمحيط ساحة الكيش ببنغازي أمس الجمعة حيث أعلن مستشفى الجلال الجراحة والحوادث ببنغازي استقباله أربعة قتلى وأربعة عشر جريحة بينما استقبل مركز بنغازي الطبي خمسة قتلى وتسعة عشر جريحة هذا وقد شاهدت ساحة الكيش مظاهرة رفعت فيها شعارات رافضة لحكومة الوفاق الوطني ودعمة للجيش والشرطة إلى ذلك دانت بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا الهجوم الذي استادف مظاهرة بنغازي الجمعة والذي راح ضحيتها عدد من الأشخاص ووصفته بالهجوم الإرهابي وتقدمت البعثة الأممية بالتعازي لأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجلة للمصابين كما دعت ليبيين لنبذ العنف كوسيلة لتسوية الخلافات السياسية مشددة على أن التعبير السلمي عن الأراء السياسية وهو أحد الحقوق الأساسية في المجتمع الحر وقالت البعثة في بيان إدانتها إن الاستقرار في بنغازي هو مفتاح الاستقرار العام في ليبيا وإن الهجوم الأخير يؤكد الحاجة الملحة لإحلال السلام في البلاد كما حثت البعثة الأممية الليبيين على اختلاف انتماءاتهم على تنحية خلافاتهم جانبا والانخراط في الحوار لحل الأزمة التي تخلف المزيد من الموت والدمار في بلادهم من جهاتها دانت السفارة البريطانية في ليبيا ما سمته بالهجوم الإرهابي الشانيع الذي استهدف مظاهرة سلمية في بنغازي وأسفر عن سقوط قتلى وجرح من الأبرياء وأكدت السفارة البريطانية في بيان لها تضامنها مع الشعب الليبي واستعدادها للعمل مع ليبيا لمكافحة التهديدات الإرهابية المشتركة خاصة المتعلقة بما يعرف بالتنظيم الدولة موضحة أن السلام في بنغازي أمر أساسي لاستقرار البلاد وأن مثل هذه الهجمات تؤكد حاجة ليبيا الملحة للسلام من خلال العمل على تحقيق الوفاق أعلن رئيس مجلس النواب عقيل صالح جويدر الحدد ثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد حزنا على الضحايا الذين قتلوا بعد سقوط قذائف على مظاهرة ساحة الكيش في بنغازي كما أمر صالح القوات التابعة للمجلس بالضرب بيد من حديد على ما سماه بالجماعات المتطرفة والإرهابية والرد على أحداث تظاهرات مدينة بنغازي وأصدر صالح بيانا استنكر فيه ما تعرض لها المتظاهرون المؤيدون لمجلس النواب في ساحة الكيش يوم أمس والتي كانوا يعبرون من خلالها عن رفضهم لمقترحات اليوم بحكومة الوفاق الوطني كما دعا المؤتمر الوطني العام إلى ضرورة ملاحقة المتسببين في أحداث ساحة الكيش بمدينة بنغازي لقيامهم بما وصفه بالعمل الغادر والجبان الذي أريد به تعميق جراح المدينة ونع المؤتمر الوطني العام في بيان له ما تعرض له عدد من المتظاهرين في بنغازي مواكدا أنه لن يدخر جهدا في سبيل الوصول إلى حل من شأنه حقن الدماء وتحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربع الوطن دانت حكومة الأزمة في بيان له الهجوم الذي تعرض له المتظاهرون في ساحة الكيش ببنغازي يوم أمس وصفة إياه بالإرهابي وأضاف البيان أن الصمت من قبل المنظمات الدولية سيجعل الليبيين يفقدون ثقتهم في هذه المنظمات التي تدعي حماية المدنيين والدفاع عن حقوق الإنسان في حين تمارس سياسة الكيل بمكيالين حيث تحارب الإرهاب في مناطق من العالم وتغض الطرف عنه في ليبيا بحسب البيان ونوه البيان إلى أن هذه الأعمال والصمت الدولي حيالها لن يثني أبناء الشعب الليبي عن مكافحة الإرهاب ودع البيان الشعب الليبي إلى الوقوف صفا واحدا ضد ما يحاك ضد الوطن من مؤامرات بحسب البيان دانا المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد بوزيد استهداف المتظاهرين في صاحة الكيش بمدينة بنغازي يوم الجمعة خلال المظاهرة معربا عن تعازي بلاده لأسر الضحايا وأضاف أبوزيد أن تماسك أبناء ليبيا وتكاثفهم وزنوحهم للوحدة وتمسكهم بها هو الحل الوحيد للخروج من الأزنة ودع أبوزيد إلى تمسك بالحل السياسي من خلال الحوار الذي ترتضيه الإرادة الشعبية الليبية ويحقق وحدة الأراضي الليبية وسيادتها في أسرع وقت ممكن دانت وزارة الصحة بحكومة الأزمة الاعتداء على المتظاهرين بصاحة الكيش في مدينة بنغازي وحملت وزارة الصحة في بيانها المسؤولية الكاملة عن مثل هذه الأعمال للمجتمع الدولي وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا واستنكرت وزارة الصحة وبشدة هذه التصرفات والأفعال الشنيعة التي تتكبها الجماعات الإرهابية على حسب وصفها عبر حزب العدالة والبناء في بيان الله عن إدانته للقصف الذي تعرضت له المظاهرة السلمية في صاحة الكيش ببنغازي وأدى إلى مقتل بعض المتظاهرين وجرح آخرين وأكد البيان على حق المواطنين في التظاهر السلمي وحرية التعبير وفقا لأحكام القانون ونشد البيان كافة الأطراف وقف الاقتتال والمضي قدما في تشكيل حكومة التوافق والالتفاف حولها لوضع حد للانقسام والصراع والانفلات الأمني الذي تشهده البلاد دانا حزب التغيير ما سماه الهجوم الجبان الذي سادف المتظاهرين السلميين في صاحة الكيش بمدينة بنغازي والذي أسفر عن سقوط عدد من القتل والجرحة وأكد حزب التغيير في بيان الله أن التظاهر السلمي هو أحد آلية الديموقراطية التي اكتسبها الليبيون بعد الثورة السابعة عشر من ثبراير ويعتبر حقا مكفول للمواطنين كافة وحث حزب التغيير في بيانه الأطراف كافة على تظافر الجهود لإيجاد حل سلمي وإنهاء الاقتتال في البلاد عامة وبنغازي خاصة وقطع طريق أمام من يحاول إفشال التوافق بين الليبيين دانت بلديات والمنطقة الشرقية القصف الذي استهدف أمس المدنيين في ساحة الكيش بمدينة بنغازي معلنة الحدادة ثلاثة أيام على منصقة في تلك الحادثة وحملت بلديات المنطقة الشرقية في بيان لها المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن مسؤولية ما يحدث من قتل في بنغازي ومدن أخرى حسب قولها وأشار البيان إلى تعليق مشاركتها في الحوار خلال هذه الفترة وقال الخابير العسكري عدل عبد الكافي إن قوات حفتر والمسلحين الموالين لها هم الذين يقومون باختطاف واستهداف وقصف منازل المدنيين نجد أن الصحوات أو التابعين لخليفة حفتر يستهدفون منازل أفوار وكذلك يخطفون عائلاتهم ويقتلونها المشايخ ويقتلون الأهالي والمدنيين تدمير المناسب بالبراميل المتفجرة فلذلك أعتقد أن الأمور واضحة لمن لديه عقل يستطيع أن يجمع هذه الاحتفاءات طالب أمين عاما المنظمة العربية لحقوق الإنسان ليبيا عبد الملعام الحر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بفتح مقر لها يقوم برصد وتوثيق وتقصي وتوضيح مثل هذه الجرائم أن يكون مقرر خاص من قبل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ليبيا يقوم بمهانه من رصد وتوثيق وتقصي وأيضا يقوم بتوضيح الجناء والتحقيق في مثل هذه الجرائم التي ترتكب على أرض ليبيا حتى لا يكون هناك إفلاة من العقاب أفاد مصدرا بشراء ثوار بغازي بأن الطيران التابعة لحفتر قصف بشكل عشوائي ليلة أمس مواقع في منطقتين الهواري وسط البلاد دون أن يسفر القصف عن خسائر بشرية وأوضح المصدر لقناة ليبيا لكولي الأحرار أن قوات حفتر المتمركزة في منطقتين أرضي زواوة وحي السلام قصفت بشكل عشوائي بالمدفعية الثقيلة وصواريخ الجراد مناطق الصابر وزرعية مخلفة أضرارا كبيرة في المباني مؤكدا قيام شورى الثوار بالرد على مصادر النيران وأكد المصدر اندلاع ارتباكات اليوم في شارع فينيسيا بمحور السابع عشر من فبراير وشارع المركبات في الهواري هذا وأكد قائد عمليات القوات الجوية التابعة لعمليات لعملية الكرامة محمد منفور تنفيذ غارات جوية بواسطة الطيران العمودي ليلة أمس على عدة مواقع في مدينة بنغازي الليلة البارح إن شاء الله في مجموعة كبيرة من الأهداف التي تم التعامل معها بنجاح من قبل السلاح الجوي العربي الليبي البطل وستستمر هذه العمليات قال بسؤد المكتب العالمي بمجلس شورى مجاهدي درنا وضوحيها محمد المنصوري إن من بين المعدات التي تمت حيازتها عند قوة ما يعرف بالتنظيم الدولة أجهزة تصوير تخص قناة برغا التلفزيونية وأوضح المنصوري لقناة ليبيا لكل الأحرار أنه لا وجود لأي معلومات دقيقة حول طاقم القناة المختطف منوها إلى أن الأجهزة تعود لطاقم القناة المكون من أربعة ليبيين ومصور المصري والذي سبق وأن أعلن عن مقتلهم في شهر أبريل من العام الجاري وأضاف مسؤول المكتب العالمي بمجلس شورى مجاهدي درنا أن التسجيلات التي وجدت في كاميرات التصوير تظهر تسجيل جلسات مجلس النواب بطبرغ مشيرا إلى أن هذه المعدات وغيرها وجدت بمقار التنظيم في درنا من جهة ثانية أكد مسؤول المكتب مجاهدي درنا وضواحيها محمد المنصوري قيام قواتهم بعملية نوعية الليلة أمس داخل حيل 400 بمحور الساحل مضحا أن قوات الشورى التفت على تمركوزات ما يعرف بتنظيم الدولة وأضاف المنصوري أن منطقة الفتايح تشهد هدوءا حذيرا اليوم منوها إلى أن قوات الشورى تقوم بعدة عمليات رصد واستطلاع في مواقع التنظيم نفذت قوات تبيعة لما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة سيرت ما أسمته إقامة الحد بالسيف على مواطنين بتهمة الشعوذة في ساحة الشهداء بالمدينة أحدهما يبلغ من العمر خمسة وثمانين عاما والآخر في الأربعينات وأوضح رئيس المجلس المحلي سيرت عبد الفتاح السيوي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قوات ما يعرف بتنظيم الدولة لم تسلم جثتي الشخصين الذين أعدمتهما لذويهما وأكد السيوي أن التنظيم في سيرت أقام ما أطلق عليه المحكمة الإسلامية مشيرا إلى وجود عمليات تفتيش وقبض مستمرة يتعرض لها المواطنون في المدينة الأمر الذي أدى إلى تزايد عدم الشعور بالأمن في سيرت بحسب وصفه قال رئيس المجلس المحلي سيرت عبد الفتاح السيوي إن ما يعرف بتنظيم الدولة يقوم بتنفيذ مداهمة في المنطقة السكنية الأولى بالمدينة لتصفية من تتبين تبعيته لفجر ليبيا على حد قوله وأوضح السيوي أن الوضع الإنساني سيء داخل مدينة سيرت نظرا لنقص المواد الأساسية وتوقف العمل بالمستشفيات والمخابز واستمرار حركة النزوح وأضاف رئيس المجلس المحلي سيرت أن ما يعرف بالتنظيم الدولة سيطر على قطاع التعليم داخل المدينة وأدخل مناهج جديدة في المعاهد الثانوية تخدم مصالح قال مصدر بالمجلس المحلي سيرت أن الطلاب النازحين من المدينة يعانون من مشاكل كثيرة بسبب عدم تعاون إدارات جامعات الخمس والزيتون بترهون وجام ترابلس وزليطن وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن رئاسة الوزراء بحكومة الإنقاذ الوطني طالبت باستكمال إجراءات تسجيل الطلبة النازحين من سيرت بشكل عاجل لاستكمال دراستهم ولكن الجامعات لم تقم بتسجيلهم رغم استفاء ملفاتهم للأوراق المطلوبة شدد جهاز حرص المنشآت النفطية في شؤون الجهاز ونوها حرص المنشآت إلى أن البيان الأخير الصادر باسمه إنما هو بيان صادر عن مجموعة لا تمثل إلى نفسها ولا تعبر عن وجهة نظر منتسب الفرع على حد قولهم مؤكدا تمسكه برئاسة الجهاز حسب التراتبية المعلومة لدى الجميع نعنى ونؤكد نحن منتسب جهاز حرص المنشآت النفطية فرع الوسطى أن ولاءنا لله وللوطن وإن تبعية الجهاز من الناحية الفنية لوزارة الدفاع ومن الناحية الإدارية والمالية المؤسسة الوطنية النفط وإنه ليس لنا أي تبعية لما يسمى ذو القيادة العامة للجيش وإن الرئيس المباسر للجهاز هو السيد إبراهيم جذران رئيس الجهاز المكلف وآمر فرع الوسطى وآمر وحدة الأصول النفطية لبريقة هو السيد عبد البصر الذباع وآمر وحدة الاندباط هو إبراهيم عليش وهذه المناصب التلاتبية هي التي نتلقى منها الأوامر أكد مصدر أمني في القوات التابعة لفجر ليبيا من منطقة الغربية استمرار الاشتباكات على أطراف مدينتي الزلطن ورقدالين بين قوات تابعة لما يعرف بجيش القبائل من جهة وثوار المنطقة الغربية من جهة ثانية كما أشار المصدر إلى استمرار سيطرة الثوار المنطقة الغربية على مدن الجميل والإعجلات والطويلة مرجحا أن تتم عملية سيطرة على الزلطن ورقدالين في الأيام القادمة ونوه المصدر إلى أن هذه الاشتباكات لم تسفر عن أي قتلى من طرف القوات التابعة لثوار المنطقة الغربية فيما لم تعرف الخسائر في صفوف قوات ما يعرف بجيش القبائل من جهته أكد القائد الميداني في قوات فجر ليبيا في المحور الشرقي لمدينة الزاوية نبيل بوزواي مقتل شخص من أبناء المدينة أثناء توجهه لإقامة صلاة المغرب في أحد مساجد منطقة ورشفانة على يد جماعة تابعة لما يعرف بجيش القبائل بورشفانة ونوه المصدر إلى وجود تقدم في مساعي تبادل الأسرة والمختطفين بين السرايا الموجودة في المنطقة حمل آمير غرفة عمليات ترابلس التابعة لمجلس النواب دريسمادي مسؤولية ما حدث الأسبوع الماضي في منطقة الطويلة للمجتمعين في مؤتمر الطويلة ومن خرج معهم وضف مادي في مقطع مصور أن تصريحات الصادرة عن مترأس مؤتمر الطويل عمر تنتوش تمثله هو فقط ولا تمثل المؤسسة العسكرية التي تتبع مجلس النواب حسب قوله وأشر مادي إلى أنهم حاولوا منع عقاد مؤتمر الطويلة لكن أطرافا قبلية أصرت على إقامته محملا إياها مسؤولية ما حصل قال رئيس المجلس العسكري في الكفرة حامد سليمان أن الوضع في الكفرة يشهده هدوء نسبي وأن التجول داخل المدينة حذر وضف سليمان أن العديد من الطرق الداخلية ما زالت مغلقة بسبب وجودها في مناطق تماس بين الطرفين وأضح سليمان أنه تم افتتاح المطار والطريق المعدية إلى مدن الشمال بعد تأمينها كما أشار إلى استمرار مساعي الأعيان والمشايخ من خارج الكفرة من أجل وصول إلى آلية لتبادل الأسرة أكد المتحدث باسم غرفة عمليات رئاسة الأركان في أوباري مجد بوهنة تواصل مساعي ما يعرف بلجنة العشرة عشرة لاتصالاتها بالمجموعات المتحاربة في المنطقة للوصول إلى اتفاق نهائي يعيد الحياة إلى طبيعتها ويمكن النزحين من العودة إلى المدينة يحطط طريقة إلى سبها وقال بوهنة أن الوضع الإنساني يزدد سوءا وأن المزارع التي تعرض جزء كبير منها للحرق لن تعد تلبي حاجة السكان وأن النزاع المسلح أحدث أضرارا جزيمة في البنية التحتية مع تعطل جميع المرافق والمنشآت ومؤسسات الدولة وأضاف بوهنة أن الضرر تد إلى بلديات الغريفة وبنت بية وجرمة وطال منطقة الديسة بصورة مباشرة وصف رئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة لغويل الأسماء التي قدمها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردين اليون حول حكومة الوفاق الوطني وصفها بالمخيبة للأمال وأضاف لغويل في لقاء صحفي أن فريق الحوار تابعين للمؤتمر ومجلس النواب لا يزالون يقومون بدراسة مسودة الاتفاق مشيرا إلى وجود تعديلات لدى الطرفين وأضاف لغويل أنه يتمنى أن يتم الحوار على الأراضي الليبية وأن يكون ليبيا خالصا ليبيا خالصا برعاية حكماء وأعيان المدن والقبائل نصرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل انتشال تسعة عشرة جثة من شواطئ ترابلس والخمس وزليتن صباح اليوم بعد غرق قارب يقل مهاجرين غير نظاميين إدنات محلية ودولية واسعة لسقوط قذائف عشوائية على المتظاهرين في بنغازي وحصلة الاعتداء تسعة قتل وثلاثة وعشرون وثلاثون جريحا عناصر تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة بسيرت تعدم مواطنين بتهمة الشعوث والتنظيم يقيم ما سماها المحكمة الإسلامية واسط التواصل لعمليات التفتيش والقبض استمرار المعارك في عدد من محاول المنطقة الغربية وآمر غرفة عملية ترابلس أتابعة لمجلس النواب يحمل مسؤولية فرقة طويلة للمجتمعين في المؤتمر أهلا بكم من جديد قالت حكومة الإنقاذ الوطني إن هناك لجنة فنية متخصصة بصدد تعديل أحكام القانون رقم عشرين لسنة 2010 والمتعلق بنظام التأمين الصحي وأوضحت الحكومة في بيان لها أن القانون القديم لم يشر إلى التأمين التكافولي الشرعي ولا إلى اللجنة العليا للرقابة الشرعية الأمر الذي جعل القانون بوضعه الحالي لا يتلاءم أحكام الشريعة الأسلامية حسب نص البيان وأضافت حكومة الإنقاذ الوطني أنه سيتم عرض التعديلات بعد الانتهاء منها على المؤتمر الوطني العام لإقرارها نفى رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال ما يتردد بشأن جاهزية مطار ترابلس الدولية للتشغيل في منتصف فبراير المقبل وكذابت المال أنهم لم يحددوا موعدا لاستئناف الرحلات الجوية عبر مطار ترابلس أو موعد الانتهاء من إعادة بناء صالة الركاب مشيرا إلى أن دور مصلحة المطارات يقتصر على إدارة وتشغيل المطارات التابعة لها وإجراء الصيانة الضرورية لمرافقها وقال الرئيس مصلحة المطارات إنهم يعملون حاليا على إجراء أعمال الصيانة لمرافق مطار ترابلس بالرغم من عدم وجود إمكانيات مالية مؤكدا أن المصلحة لم تتسلم أي ميزانية من الخزانة العامة للدولة منذ 2013 أوصت هيئة الرقابة لدارية تابعة لحكومة الأزمة بتمكين وزير الداخلية بالحكومة عمر السنكي من مباشرة عمله كوزير وإلغاء ما يخالف ذلك مع صرف مستحقاته المالية جاء ذلك في رسالة بعثت بها الهيئة الرقابية إلى رئيس مجلس النواب ردا على مذكرة رئيس الوزراء بحكومة الأزمة المحالة من رئاسة مجلس النواب والمتعلقة بمخالفات ارتكبها وزير الداخلية استنادا إلى المذكرة المقدمة من منتسب مديريات الأمن بالمنطقة الشرقية وفروع الإدارات العامة والأجهزة والمصالح وقالت الهيئة في رسالتها لرئيس مجلس النواب إن قرارات وزير الداخلية أخرى اقتضتها مصلحة العمل وتفعيل دور مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية للمساهمة في تأمين بنغازي انتشرت فرق إدارة الرفات بجمعية الهيلال الأحمر الليبي تسعة عشرة جثة جرافتها المياه إلى شواطي إطرابلس والخمس وزليط صباح اليوم بعد غرق قارب يقيل مهاجرين غير نظاميين أمس وذكر الهيلال الأحمر عبر صفحته على الفيسبوك أنه تم نقل الجثث إلى مستشفيات تلك المدن لعرضها على الطبيب الشرعي واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها يذكر أن الهيلال الأحمر الليبي فرع ترابلس كان قد انتشل أكثر من مئة جثة منذ نهاية سبتمبر الماضي من شواطئ تجورة غوط الرمان والقربولي لم يتبقى إلى التذكير بالعناويل اقتماع هذه النشرة إدانات محلية ودورية واسعة لسقوط قذائف عشوائية على المتظاهرين في بنغازي وحصيلة الاعتداء تسعة قتل وثلاثة وثلاثون جريحة عناصر تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة بسيرت تعدم مواطنين بتهمة الشعوذة والتنظيم يقيم ما سماه المحكمة الإسلامية وسط تواصل عمليات التفتش والقبض استمرار المعارك في عديد من محاور المنطقة الغربية وأمير غرفة عمليات ترابلس التابعة للمجلس النواب يحمل مسؤولية ما حدث بمنطقة طويلة للمجتمعين في المؤتمر ختام النشر شكرا لكلم المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة